كي إن واحدة المعادلة هي أن السعادة الزوجية ليست زوج أسعد زوجته ولا زوجة أسعدت زوجها السعادة الزوجية هي زوج أسعد نفسه وزوجة أسعدت نفسها العشية يتلقى في الضر سعيد زائد سعيدة واش تساوي؟ سعادة تصور معايا زوج كائب وينتظر زوجته تسعده وزوجة كائبة ويتنتظر العشية زوجها يسعدها يتلقى الأشياء كائب زائد كائبة واش تساوي؟ ماشي سعادة أكيد كائبة التماسك الأسري يبدأ يتصنع بالتماسك الفردي أو بالعمل على نفسية الإنسان لأنه اللقاءات الزوجية رأي قليلة مستحيل أنت تتكل على ساعة واحدة تسعدك ونتمضيها 23 ساعة 23 ساعة أين صلاتك اللي تسعدك؟ 23 ساعة وراء عملك ليساعدك؟ 23 ساعة كرجل وراء عطائك ليساعدك؟ وراء إنجازاتك؟ وراء الكلمة الطيبة اللي ازرعتها وراء الصدقة اللي درتها فتجي لبيتك أنت العشية سعيد لمرأة في 23 ساعة واش خدمت على نفسها؟ صلاتها ليساعدتها واجباتها ليساعدتها تربيتها لأولادها ليساعدها فخرجت من هذه الإنجازات سعيدة فهذه الساعة راح تكون ساعة صفاء وسعادة الحياة هي عبارة عن تراكمات إذا كنا احنا عايشين في تراكمات من الحزن والكآبة وننتظر هذه الساعة السحرية لجي تسعدنا ولمرأة عايشة في تراكمات من الحزن والقلق والتوتر وتنتظر الساعة تسعدها أنا محشي كون تماسك الأسري تماسك الأسري هو يبدأ من فرد خدم نفسه فرد أطاع ربه فرد خرج من حياة الشخصية بإنجازات كثيرة يدخل الأسرة كفرد فاعل يولي في الأسرة مثل المكيف اللي في البيت عندنا كلمات يزوره ومبرد روحه وقعد انت تحتاجه تروح له فالزوج إذا سعد نفسه الزوجة إذا جات ليه ولاد وجو ليه أخذ من سعادته ومن حيوياته ونشاطه أما إذا هو مخدمش على نفسه يجوه وش يلقى عنده غير التشاؤم والفوضوية والأفكار السلبية السودوية لذلك كان بعض الآباء والأمهات تماسك الأسري وش نقول عليهم شيخ لازم هناك يجي مقوة أفكاره السلبية ومشاكله وبهومه مدخل البيت ورايح مباشرة طلن محيط زوجته ومحيط أولاده هذا المفروض نديره له بلاكة هنا في صدر الشيخ ابقش مكتوب فيها لا يترك فيه متناول أطفال هذا كما الدواء هذاك لما لازمش كامل الولاد يدنوا له لأنه لو كانت حطه فيه متناول أطفال رح يفسد محيطهم الطفل محيط نظيف فلا تدخله إلا بعد نظافة أفكارك اليوم رأينا نعانيه من قلة التماسك الأسري وهذا يعاود يرجع إلى الفرد كيف شاو يتعامل داخل الأسرة لأن الأسرة ما هي إلا أفراد اجتمعوا في بيت واحد واجتمعوا بمثاق غاليض بينهم لكن يبقى دائما الأساس هو عمل الفرد هو اللي رح يأثر على التماسك قراس القيام سبيل كلمت أحد الكلمة رائعة قلت أن الإنسان يأتي بهمومه إلى البيت صح مع أننا نحن مطالبين بأنك تعيش في كل مكان بحسب ذلك المكان إذا دخلت إلى البيت يجب أن تتحمل جميع الهموم تتركها أمام البيت المشاكل تحبرها لا تجلبهم للبيت لا يجب أن أهلك أبنائك كذلك ينشغلوا بهومك يجب أن تنشغل أنت بهومهم أن تقدم لهم لو أتيت بالمشاكل على البرة لداخل الأسرة أكيد الأسرة ما اشترتها حتى تزيد لها المشاكل لديها ولذلك فمهمة الوالد والوالدة ومهمة الأبناء أن يتركوا الهمومة والمشاكل خارج البيت وأن يعيشوا جميعا في تلك الأسرة تحت ذلك السخط متضامنين فيما بينهم لأن التماسك بش يكون تماسك لذلك يجب أن يكون طرف أول وطرف ثاني ما نخدوش نقول التماسك بطرف واحد بأعطاء واحد يجب كما يكون عطاء تعالى الأب لذلك يكون عطاء تعالى الزوجة وكذلك عطاء تعالى الأبناء لما يكون العطاء متكامل يصرى التماسك إذا تخلى فأحد عن العطاء حينئذين تفقد الأسرة تماسكة يمكن تكلموا تفقد الأسرة تماسكة ربما تكلموا على خطر كبير يهدد بقاء المجتمع طرف شيخنا اللي يزيد التماسك في الأسرة هو المسئوليات اليوم عندنا بعض الأباء والأمهات ربما تلقى رجل للأسف يخلي كل المسئولية على زوجته عندنا بعض الرجال الآن في الزيجات الجديدة يعني الشباب اجدد يتزوجه إذا لقى زوجته خدامة مليحة وعندها منصب مليحة وخلط تخلص مليحة وعندها لاروترات يقدر حتى يحبس الخدمة يقول لك علش نخدمه في زوجه تلقى نار كامل هو يدور وزوجته خدامة ويلقى يصرفه عادي ما عنده مش مشكلة فيبتعد عن المسئولية وإحنا ما تقدرش تدير تماسك إلا بالمسئولية بالعكس باش يحسوا الأولاد بالتماسك الأسري ويحسوا بأهم شيء والانتماء الانتماء إلى الأسرة أنه الطفل يكون عنده مسئولية لما جات الأسرة تنظف البيت الطفل يشارك ينظف هذا بيتهم والطفل لا تشارك لأنه هذا اللي يخليه ينتمي وتولي أسرة متماسكة أن الأسرة لما جات تقرأ قرأت مع بعض الأسرة جات تنظف نظفه مع بعض مشي الأم تنظفه الكامل يتفرج عليها ويشوفه فيها يعطيك الصحة ما يقولوا هلاش مشي الأب يخدمه كامل يشوفه فيه الأسرة المتماسكة هي الأسرة لكل أفرادها عندهم مسئولية ولو كانت صغيرة حتى الطفل هذاك ليحبوا ما زال ما وقفش هذاك ويقدر يعاون يعني يديروا له للنجة هنا وروه يمسح وروه يشارك الكل يشارك في هذه الأسرة أستاذ عبادي حين تكلمنا على قضية الحوار الحوار هذا يجب أن يكون أحد أركان بناء البيت ليس نحتاج إلى الحوار فقط في أيام المشاكل لأن لو كان ركن من أركان بناء البيت ستزول الكثير من الهموم والمشاكل من أعجب القصص التي حدثت لي مباشرة أن من رجعتني بمرأة من خلال مظهرها يظهر عليها علامات العلم وعلامات الثقافة وعلامات الراحة المالية وكذا قلت لي الشيخ نحتاجك قلت لي عندي مشكلة قلت لي ما مشكلة أي المشكلة نحاول نعاونك إذا كان مشكل شرعي نعاونك إذا كان مشكل نفسي نوجهك قلت لي لا مشكل مختلط لا نعم ما نوع المشكل قلت لي عندي مشكل في أسرتي ما هو نوع المشكل قلت لي الوالد ما يكلم الإبن الإبن ما تكلم الأم الأم ما تكلم الزوج قلت لي أنتم كيفا عايشين أسرها العجيب أن إجابتها كانت خطيرة جدا قلت لي نحن لسنا أسرها نحن مجموعة من الأفراد تحت سخفين واحد قلت لي ولكن ما يمنعك أنت يا ركي علامات الريحية المادية ظاهر عليك وعلامات المعرفة الثقافية ظاهر عليك ما يمنعك قلت لي لا نتكلم عدنا ثلث سنوات لا يتكلم أحد مع صاحبه قلت لي أنا ما تكلمش مع الزوج والزوج ما يتكلمش مع الإبن والإبن ما يتكلمش مع الإبنت والبنت ما تتكلمش مع الأم قلت لهم كيف عايشين السبب في ذلك هو غيابه التواصل وذلك الخلاصة أنها حتى أنها نفت أن تكون أسرها ولذلك في هذا الحال أول عمل العلاج أنه يتكلم نعود ونثير فكرة الحوار والتواصل ما بين الأفراد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أنا نقطع الكلام ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي وفي سيراتي مليئة بالحوار بل يحاور نساءه ويحاور آل بيتي في مسائل تتعلق وليس بقيام الدولة بل لكن يتعلق بالتشريعات في غزوة الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر صحابته بالحق امتناه فلما دخل إلى بيتي مهموما أدار عملية حواري الزوجة أم سلمة سأث النبي صلى الله عليه وسلم عن حالة التي يتلبه حالة الهم فقال وحكى لها القصة أن الصحابة امتنعوا غاضلوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرح هو عملية تواصل عملية حوار مع زوجته فأشارت إليه أم السلامة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسولة خرج فحلق فإنهم سيحلقون بحلقك النبي صلى الله عليه وسلم ما دارش الفكرة الموجودة عندها في الجزائر شاورها وخالفها رأيها رأيها وغالط مهما قال ولكن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد إدارة العملية الحوارية بقول أم سلامة من أجل إنفاذ تشريع سماوي بفضل الله الشيخ حتى في حديث أم زرع حديث أم زرع لما تقرأ في صحيح مسلم يعني أكثر قريب صفحتين يعني أنت لما تقرأت حسب لي طويل كيفاش قدر النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إليه بليس يستمع بل ينصت نحن الواحد فينا إذا اضطر أن يسمع لزوجته فيدعي أنه يستمع والمشكلة إذا سألته واش كنت أقول لك الآن يحصل يحصل المهمة ويحاول يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إلى عائشة وهي تخبره بخبر 11 مرأة في الجاهلية ماذا ينفع هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الرسالة واش ينفع ذلك لا لكن هذا يجبر خاطر هذه المرأة فيسمع إليه حتى في موضوع هو بالنسبة له غير مهم لكن بالنسبة لها مهم فينصت وليس يسمع معناه يستمع ويفهم ثم يتفاعل فلما يسمع 11 مرأة واش حكات على راجلها يختار أحسن مرأة وأحسن قصة حب ويقول كنت لك كأبي زرعي معناه كان يتبع معناه كان فاهم كلش طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان فارغ شغل أبدا كان صاحب الرسالة وهو الرئيس والوزير الدفاع وهو المفتي وهو الواعظ وهو الخاطيب والأستاذ والمربي والمعلم والزوج والأب وصاحب الرسالة وصاحب اللواء المعقود والحوض المورود ومع هذا يسمع 11 مرأة لو كان احنا تجي زوجك تحكي لك تقول لهم ما نش فارغ شغل لنا نسمع كلام الناس ولا كلام الجيران ولا كلام كذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدب مهم جدا وهو الإنصات لا يمكن أن نبني تحاور بلا إنصات ولا يمكن أن نتخيل أسرة متماسكة لا ينسط بعضها لبعض الله سبحانه وتعالى هو المثل الأعلى نعم يخبرنا في سورة المجادلة قد سمع الله وقول لاتي تجادل كذلك وتستكي الله الله يسمع تحاوركم الله سبحانه وتعالى كما يقال تحاور حتى تزداد تحاورا وكلما زادت تحاورا يزداد التحاور وكلما زاد التحاور يزاد الحوار في البيت وكلما زاد الحوار في البيت فنحن في ضاهية صحيح يعني إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والحوار بالتحاور بالتحاور فعلا لماذا؟ لأنه يمكن أن نجعل صورة الكهف مرحب صاحب الجنة ما جايش يحكي معه مشكل جاي يتفخر عليه وأنا أكثر من كمال وأعزه نفره جاي يحكي له على التفخر بما يعتقده وفي وجدانه ولذلك يعني أحيانا الأمة هتعنا وجددنا بك يقول نروح نحكي لك بعض المرات يقول نحاجيك وواحد بعض المرات يقفل يقول نخرف لك يعني يقول لك تخريف ولكن هو في الحقيقة هو نقل معارف نقل تجاري خبرات خمارات نقل قيم وسيلة التواصل وبعد ذلك زاد الحوار لما تتحاور مع ابنك كل يوم كل يوم كل يوم تتنحل هيبا وتنحل حواجز حتى إن وقع المشكل يكون الحوار وسيلة للإصلاح أنا أحكي لقصة يعني واقعية هذة كنا مريحنا واحد من من صحابي وكنا نتحاور في موضوع فجاء أحد أبنائي وقال لي أحكي لعلى مشكلة إستراليون في المدرسة جاء قطع نظرنا وزيح قطع الحوار بينه وبينه وقال لي أبي روح نقول لك أستراليون في المدرسة والسيد ذلك قاعد يشوف بالتعجب يعني كيف هتطفل هذا جاء قال لي كيف هولدك ما حشمش وجقت علينا الحوار وحكي لك قصة كما هذه قدامي يقول لنا أن ينبون في هكا وذلك يعني أحيان هذا كيوقع المشكل في بدايته يسهل الحل أما إن ترك سوى لدك غارقا في مشاكله فسوف تتعقد وكان مشكلة سبحت له أستاذ كان مشكلة واحدة آخر كثير من هذا يعني بالنسبة للحوار هذا هو نتيجة التربية وتكوين أيضا لأنه يخطئ الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لعبه سبعا هذه الملعبة هي عن ماذا تركه يتكلم ما تقهروش تركه يعترض وتركه يقول لك لا وعندما يقول لك لا يجب أن تفرح تعرف بني عنده شخصية مسقلة وكل ما قوات عنده لا فلا تخف عليه بس حين رجعته أنت ألا غير تالى الكلام يقوله يعكسه والكلام يقوله أمه يعكسه الحوار خليه يعبر على رايه وخليه يدافع وتركه يدافع عن فكرته وتركه يدافع عن فكرته وتفرح كي تشوفه عنده الشراسة في الدفاع هذا اللي اللغة بها ديرني وليدك ديرني وليدك خليني أدافع عن فكرته ديرني وليدك خليه يدافع عن فكره ديرني وليدك خليه يدافع عن فكره يعني هو رسول الله ما قدرش يتفهم مع زوجته كان المفروض تسمعه وتوطيعه هو رسول الله ما قدرش يتوافق معها فقال نجيبه حكم بيننا قتله نعم قال نجيبه عمر قتله شديد يجي في صفك نجيب ليش عمر قال نجيبه بابك أبو بكر قتله نعم رضيت به حكما بيننا فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليحكم بينهم فقال نبي صصمني عائشة شوف الحوار تاني تقولين أو أقول نحكي له أنا ولا تحكي له كان قادر مدام وليد يحكي له مباشرة شوف الأدب والتواضع تقولين يا عائشة أو أقول قالت له قل ولا تقول إلا صدقا فضربها نبي فضربها أبو بكر ولما ضربها باباها ولا تتخبى في ظهر النبي والنبي يدافع عنه يقول ما لهذا دعوناك يا أبا بكر ما لهذا دعوناك يا أبا بكر والنبي صلى سلم بعد القصة هذه كان نبي صلى سلم منع لعائشة قال لنهار ضربك باباك وين تخبيتيش كل يحمك مشينا اللي حميتك فقال ما لهذا دعوناك يا أبا بكر فالنبي أبو بكر لما تحلت المشكلة خرج غير خرج في الباب سمحهم يضحكوا عاود طب طب قال أشريكاني في سلمكما كما أشركتو ماني في حربيكما يعني نهار درتوا الحرب جبتوني ونهار هدت الأمور قالوا لنهار تربع شيخ سامير نعم نحن كاين شي مهم لازم نجعله متسلسل هنأش نحافظوا عن التماسك للأسرة لازم يكون حوار لازم يكون تواصل والتواصل يكون عن طريق الحوار ولما يكون الحوار لازم يتقان وفني الانصات وبعد اتقان فني الانصات لازم كاين شي مهم هو التفاوض لازم نتفاوضوا لأن من أعجب ما سمعت أن أحد الإخواننا وش قال لي؟ قال لي الزواج هذا هو حضارة مع حضارة إما الحضارتين إما أن تتفقا فتعمران الأرض وإما أن تختلفا فتهلكني الزرع مع أنت يا حصر تفاوض أثناء التفاوض يجب أن يكون هناك تنازل من دخلوش محل وين وين رابح ورابح لازم تنازل أنت تنازل أنت وتتنازل أهي ويتنازل الأولاد ولكن بشرط أن نخرج جميعا راضين بحيث يشعر كل واحد أنه أخذ شيئا ولو كان بسيطا فنتنازل حتى لا نتنازع ونحافظ على البيت الأسري هذا يسموه البعد تعبدي للعوار بارك الله وهو معبر عن الإمام الشافعي ربما يختم بها لا أبالي إن ظهر لحقه على لسانه ولسانه ما عندي صواب يحتمل خطأ وما عندك خطأ يحتمل الصواب والصواب نعود إلى حق جميعا شكرا للمشاهدة